أكد سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قيد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أن العضوان على بلادنا كان بسبب مواقفه الإسلامية والعروبية المناصرة للشعب الفلسطيني والقدس جاء ذلك في خطاب له بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك السيد عبد الملك أكد أيضا على أن نشوء هذا الكيان المعادي والغاصب للجزء المهم من أرضنا العربية في فلسطين ومقدساتنا في القدس والمسجد الأقصى جاء دليلا قاطعا على تدني مستوى الأمة وانحدارها وأيضا تراجعها وانخذالها ودع السيد إلى تفعيل العمل لمواجهة الإسرائيليين من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية وعدم التراجع عن مواجهة إسرائيل مؤكدا أن من يقف مع إسرائيل هو من عليه أن يراجع مواقفه لأنه حقيقة أصبح إسرائيلي الهوى وأكد السيد في ختام خطابه التمسك بالمواقف أو الموقف الديني المعادي لإسرائيل وأيضا التمسك بحق الشعب اليمني في مواجهة إسرائيل في إطار تحركه الشعبي وفي إطار التزامه كشعب عربي مسلم ودع الأمة العربية إلى التنبؤ إلى حقيقة إسرائيل ومدى معاداتها للشعوب والوقوف في وجهها ودع إلى حل المشاكل المتعلقة بالأمة العربية فيما بينها أيضا دعا الشعب اليمني إلى التصدي للعدوان ومواجهاته محين كل المجاهدين في كل الجبهات وما قدموه من تضحيات وبطولات لمواجهة العدوان ودع شباب اليمن وأحرار اليمن إلى دعم جبهات القتال للتصدي للعدوان وأي محاولات جديدة له من قبل هذا العدوان وشذاذ الآفاق لأي تصعيد عسكري مقبل ودع أيضا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الوجهاء إلى العمل على توجيه الشباب المنخرطين في صفوف المعتدين والعمل على توعيتهم بمخاطر هذا الانخراط في صفوف العدوان وبأهدافه السيد وفي ختام خطابه وجه دعوة إلى جماهير شعبنا اليمني لإحياء يوم القدس العالمي بشكل جماهيري وكبير وحاشد تعبيرا عن اهتمام وإيمان الشعب اليمنية بقضايا الأمة الفلسطينية رغم ما يعانيه من آلام بسبب هذا العدوان الغاشم ترجمة نانسي قنقر